السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحيتي لكل الإخوة الشرفة داخل الجزائر وخارجها تحيتي إلى كل الأحرار في العالم بكل اللغات وبكل اللهجات حبيت باش ندير مداخلة حاول موضوع اللي أراه فيه نقاش حاول تغيير النقود في الجزائر في هذا البرنامج اللي سميته أنا خدم عقلك فيه بعض الإخوة اللي تصلوا بيا عن طريق الخاص وطلبوا مني اللي جيل باش نتبنى هذا الخيار نتبنىه قال لك باللي هذا الخيار راهو في صالح الشعب وانت مدام رك تقول باللي رك تخدم من أجل المصلحة نتاع الجزائر إذن هذا الخيار هذا راهو في صالحة نتاع الجزائر وبالتالي لابده أنك تتبنىه بطبيعة الحال ذرك الإنسان هذا اللي راهو فهم الأمور وفهم سطحي راهو رايح يقول باللي هذا الخيار راهو راهو خيار منقذ البلد ولكن الإنسان اللي يشوف المصلحة النعمة لتاع البلد ما لازمش إنسان يركب الراس تاعه ما لازمش الإنسان يواصل في هذا السياسة تاع الهرب إلى الأمام ما لازمش الإنسان يبقى الشمس راهو ساطعة في وضح النهار وهو يدير روحوا باللي ما كانش لا شمس ولا هم يحزنون هذا الخيار راهو مداروه نس قبل داروه بالعيد عبد السلام قادر هذا الخيار انتاع تغيير النقود يدخل أموال طائلة للخزينة انتاع الدولة كي الناس اللي راهو مداروه هما مخبيين ادراه من انتاعهم مخبيين ادراه من انتاعهم في الديار ناس مواطنين عاديين هذا الناس اللي راهو مداروه هما مخبيين ادراه من انتاعهم قادرين يلقوا وروحهم امام إشكالية وبالتالي هما يأما أنه يغيروا هذو كل نقود انتاعهم ولا كلهم الفار ولكن المشكلة ما رايش مع هذا الناس البسطة راهو مع الحوت الكبير هذا الناس اللي راهو مداروه هما عندهم المليارات راهم مصرفينهم بالعملة الصعبة وراهم يتلعبوا بهم بره في الخارج وخلي يا سيدي نفرض بلي هذا الخيار هذا راه ورايح هو يدخل أموال للدولة وراه رايح نقوله حتى يدير فائض هيا سيدي ومن بعد مدام العقليات راه مازال هي مدام الفساد راه مازال مستشري في كل المؤسسات تنتعي الدولة بما فيها القطاع تأشياء دينية مدام الفساد راه موجود من أبسط مسؤول إلى أكبر مسؤول تغير الدراهم مارك راح تغير والو احنا محتاجين الآياد نظيفة محتاجين التغيير العقليات تغيير الذهنيات محتاجين إلى دماء جديدة محتاجين إلى الناس اللي هما ما تلوثتش الآياد ينتعهم بالفساد أما أنك انت ترع تغير لي هاي سيديك غيرت العملة ودرت عملة جديدة ومن بعد بعد ستة شهر بعد عام سنعود ونرجع لنفس القضية لأن العقليات مازالها هذا الانسان اللي راه هو ذوك خبه دراهم نتاعه راه هو رايح غدوة هو سدي ذوك نتاك خلعته رايح غدوة هو في خلال مدة هو أنه يمدد دراهم نتاعه ومن بعد فساد راه هو ذر بالأطنى بتاعه هذا الناس ما يتمسوش راه مشاريين الإدارة وراهم عندهم يمشيوا بالمشاريع أنت حم تمشي بالرشو شكون اللي رايح ينظر رايح ينظر الزوالي رايح ينظر هذا كل المواطن البسيط اللي راه هو ذرك هو عنده فرنكات راه هو رايح فيما بعد هو إما أنه يديك لاريهم ولا إما أنه رايح ينروحوا لكن هذا الناس اللي راه مذركه هذا الرؤوس الخشنة هذو ما رايح مشاريين يتمسو يعني ذرك رايح تجيب لي ذرك واحد فاسد وتعينو يا سيدي ما خلينا نمد راهم ذرك هاي ما كانش المليارات تصب في الخزينة نتاع الدولة من الارتفاع نتاع أسعى البترول وراحت المليارات لو كان طاحت المليارات هذيك عند ناس رايح يخموا في المصلحة نتاع البلاد لو كان رايح البلاد كما يقولوا في البلاد رايح الفلتاح رايح منور ولكنك ما تشوفوا النتيجة النتيجة اصارت الناس بعد ما كنتوا تقولوا باللي راها الجزائر راها تسلك في الدويون بتاع بعض الدول الافريقية وبعض الاقوال قال لك الجزائر راها تسلف في دراما الصندوق النقد الدولي وقال الجزائر راها سامت والان قال واشي قال هرواحه ولمو الجزائر راها محتاجة التليطون قاعدين ضحكوا في الشعوب علينا يعني الشعب الجزائري يدير لما للحكومة باش تخرجوا من الازمة الجزائر محتاج الرجال محتاج القلوب صافية محتاج الأذان صاغية محتاج العقول واعية محتاج الرجال صادقين محتاج الرجال يضحيوا محتاج الدماء جديدة اطارات من الشباب راها موجودة في الخارج مهمشة ناس تحرق على القوارب انت الموت كل يوم راك ما تشوفوا فيهم يحرقوا بشتة الوسائل ما قيمتوا انك انت تغير العملة والجار ما يقدر الجارة والاخ هو يقدر اخوه اخوه ما يسلمش عليه ما قيمت觉得 انك انت تغير والانسان يخطب على خطبة خوه واحد من زوجه ويريخطب له في الخطيبة والله كيف كيف واحد من زوجه هم يخطبو فيها ما قيمت هو انك انت تغير الدراهم والكتشوف المضافة تقطب فيها على مستوى الوطني كثير من البلديات والكثير من الولايات والله العظيم تدخل لها والله ما تسلك شوف الحوث انتع المرور شوف الناس كيفاش راح تخدم بغير القانون شوف الرباء شوف الرشوة شوف النهب شوف الفساد شوف كل شي قضية مايش قضية انتع درهم هو انك تغيرهم احنا محتاجين لتغيير ذهنيات محتاجين لتغيير ذهنيات هذا هو الشي اللي محتاجينه مش قضية انتع تغيير عملة صحيح ذو كله كان ذو مثلا هذا البلاد راح فيها مؤسسات مبنية على اساس صحيح راح قال الانتخابات ما كانش تزوير وراح من الممثلين تاع الشعب ابتداء من البلدية مرورا بالولاية البرلمان للمجلس الامة تاكتو فيهم برلمانيين يسئلوا فيهم في اسئيلة انتع ابتدائي ناس معلوا بينهم مش حتى وراهم تجي تقول لي انت تغير انت يا العملة وكان جاد ذو مثلا البلاد راحها ماشية وراه قيل كاين اقتصاد وقال مثلا انت راقدرت استراتيجية والاستراتيجية هذيك راحها قال مثلا تعثرت في الطريق ولا قال ظهرت معطيات جديدة او كذا قال نظرا للسوق وكذا 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 تغير انت الاستراتيجية هذيك وفيما بعد انت راح تمتص انت هذهك الاموال وراك راح انت فيما بعد تحققناها في البلاد تين ناس راح تمشيع للريح راح الناس تمشيع للشكارة اللي يراه ورايح ماشي خارج من الدار وخارج المعرفة ماشي في طريقه ورايح للبلدية يخرج وثيقة ماذا به لو كان يلقى واحد يعرفه على جلبش ميرش يدير لاش ومشات هذ القضية هذي راحها ضكع الى مستوى الوطني تصارت الناس هو انه تدفع في الرشوة على جلبش هو قلنا حاولوا البرمي يرح يرجع البرمي انتعوا بالرشوة تغير انت العملة ولا ما تغيرها عقليات ما زال والفساد راحه مازال مستمر وراهه غير يزيد لذلك هذي المسألة هذي انتع تغيير تأع العملة تغيير تأع الدرام هذه تغيير تأع النقود هذه هذه المسألة تغيير تأع النقود ربما قد يعني هكذا يقدموا على تغيير النقود هي المسألة هي قاضية تماما على وقت يعني يرعمه الانفجارته قادم قادم هذه إنتأع واحد زي واحد كما قلناها في تسجيلات سابقة والحل رانا قلنا لكم الحل لازم يكون حل جماعي لازم الناس تقعد على طاولة الحوار تحط المصلحة على البلاد فوق كل الاعتبارات قال ارواح اخويا الجزائر راه في خطر ارواح نتلقاو ننساو الخلافات نتاعنا ننساو الخصومات نتاعنا وقال ارواح شوفوا رجال نشوفوا كفاءات نشوفوا اطارات ونجيبوا احسن الاداريين واحسن الاقتصاديين واحسن العسكريين ونتلمونا نهضوا بالبلاد اما هو انك تبقى الناس هكذا في القضية هذين تعقل غير النقود وغير من يش عارف انا وروح زيد نحية وسمه ابن صالح من مجلس الامة حطوه في مجلس الشعب ويحيى حطوه في مجلس الامة ويجيب سلال حطوه في الحكومة ومن بعد بركونا من اللعب يرحم بابكم وديه القيد صالحة عود نحية من وسمه من وزارة الدفاع وحطوه في وزارة المجاهدين بركونا من اللعب تاعكم بركونا من تضيع الاوقات احنا رأنا ابنائكم هنا خلاص رأنا اتخنا في المرحلة انتها الشيخوخة هنا ابنائكم هنا اتخنا في مرحلة الشيخوخة اعطيه الفرص للكفاءات اعطيه الفرص للشباب ناس من رضتوهم ناس من رضتوهم اكم تشوفوا كيف يش رأى الشباب يهجر الشباب كيف يش رأى يخلي في البلاد ويروح بلاده نوارا وش الش اللي يراه فتونا بيه هذو هنا عايشين رأنا عايشين اللي هنا في اوروبا والله العظيم غير قضية قضية رجال قضية قضية رجال لم يكن حتى حاجة واحد اخرى لما يكونوا رجال صادقين ويضربوا على البلاد وفيما بعد يكونوا هما في الصفوف الامامية ويكون تكون هناك ارادات كاين المشاريع كاين المشاريع كيفش انتا يا يرحم باباك ازمة فيها اكثر من مئتين الف قاتل وفيها اكثر من عشرين الف مختطف والالاف المؤلفة من المهجرين ومن اللاجئين رايح انتا يا قلك انتا يا روح بدل الله وبال Yaz Frozen كيفش ازمة اقتصادية والراضي بور كيفش ازمة اقتصادية والمياه في الجوف انتا الارض غير مستخرجة ارض كما يقولوا يجيب الذرير كما يقولوا في البلاد وهي بور عندنا كل شي عندنا الشمس عندنا الماء عندنا كل شي عندنا الجبال عندنا السهوب عندنا الاراضي الخصبة ولكن الناس تستورد في السباكيتي وتستورد الناس في البانان المسألة ما هيش قضية نقود مسألة مسألة رجال مسألة ايادة بيضاء مسألة اخلاص مسألة نزاهة مسألة كفاءة ومنظرش اننا نطول في الكلام قالوا مسألة نقود وش من مسألة نقود هذي مسألة نقود الناس دايرين واسموا شهادات انتعى المجاهدين بالتزوير دايرين شهادات انتعى الشهداء بالتزوير قالوا مسألة نقود وش من مسألة نقود هذا ناس قتلوهم ظلما وعدوانا ناس خرجوهم من العمل تحم ظلما وعدوانا نسهجرهم ظلما وعدوانا قالوا مسألة النقود بن بلا اللي داروا له الانقلاب داروه له على أساس النقود وبومدين كي قتلوا قتلوا على أساس النقود خليونا يرحم باباكم مسألة باينة واضحة قد ثلاثة اشتاء مسألة قضية قضية سياسية الجمهورية الجزائرية لم تؤسس على أساس صحيح منذ البداية نقولها وهذه التاراكومات والله العظيم قد ما لعبته مع الوقت غير تطلعوا للسماء تهبطوا للأرض تعودوا لها دارا اللي قلتها لكم والله لا استقرار ولا أمن ولا استثمار ولا نهضة في البلاد دون مصالحة وطنية حقيقية مصالحة وطنية الحقيقية لنصلوا لها كنتيجة بعد ما يكون هناك مؤتمر تتناقش الناس حول مشروع مجتمع ولو على الخطوط العريضة نتاعه وتروح الناس تمشي قدو من واحدة واحدة الشعب الجزائري نهارا اللي يرقى رجال الشعب الجزائري نهارا اللي يرقى رجال في الثورة كان حفيان وعريان وكانت الناس تأكل في مثرد واحد ونهارا اللي الناس تقدموا وقالوا للشعب يلا الشعب مد كانت النساء تمد في الشرك من الرقايب انتواحها ورقم شفته غال في المرحلة انتع الجبهة الإسلامية كيفاش كانت الناس تخرج وكانت الناس تأكل في الطرقات لكن النهار اللي دخلت السوسة صارت الناس تبني في الفيلات صارت الناس تدفع في الناس تروح تموت في الجبال وما قاعدين يديروا في المشاريع شفتوا النتجة اللي الان رحى قدامكم اذن المسألة وين هو انك لما يكونوا ناس صادقين مخلصين شعب يتحرك لكن بمجرد هو انه شعب بمجرد هو انه شعب يشوف ظبابية ويشوف الحيلة ويشوف السرقة ويشوف التخبيث ويشوف التنفيق شعب يش بدروحوا هذه المسألة وما فيها كيفاش هذ الناس طلعوا بالتزوير راهم الان راهم ناس يشهدوا كانوا معهم يحكيوا على التزوير تعال انتخابات جنتا تقول لي ذلك انت يا قضية تعال النقود ماش قضية تعال النقود العنوب ليس هذه باختصار هذه كلمتي ان اصبتوا فمن الله وان اخطأتوا فمن نفسي ومن الشيطان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر